على الرغم من كل شيء لبنان باقي ونحن باقيين مستقبلنا بإيدينا مستقبلنا بوحدتنا بمحبتنا لبعض كل دول العالم والمسؤولين فيها بيحكوا عن حوق الإنسان عن حمايته بالمقابل كل الدول والناس عم بيزيدوا عذباتهم وفقرهم الحروب أقوى التهجير أوسع والمقاسي ما عاد إلها حدود كلنا بنقول بدنا نخدم الإنسان بس الإنسان كل يوم عم ينزل وعم ينهين ويموت بلبنان طواقف والمسؤولين فيها بيحكوا أنهم حمايت طوايفهم وحقوقها وناسها والكل عم بيفلوا لأنهم كفروا بكل شيء وأنا كلبناني ومسيحي من أول خطواتي بالحياة بسمع المسؤولين عنا كلهم بينادوا نحن حمايت المسيحيين حمايت حقوقهم وبيزيدوا على بعضهم البعض حتى صار هالشعار فارغ من مضمونه وكأنه عم ينقال للاستغلال لأنه على أرض الواقع نحن عم نتأهقر عم نرجع لورا كل يوم أكتر من يوم وين الأخلاق وين الأيام اللي عم بيعشوا هالمسؤولين بحياتهم وينهم من كلام الإنجيل وينهم من كلام يسوع المثال بالعطاء والتطحي مش هيك بنحمي المسيحيين كيف بدك تحميهم وانت فاسد وقاتل واستغلالة وتاجة وتجارة بدم خي وابني وبي ما منسمع عن حوق المسيحيين وحميتهم إلا وقت الزركة وقت الاستحقائات الانتخابية نعم المسيحيين متروكين ما حدا واقف حدهم إلا بالشعارات الفارغة وكرتونة المساعدات وين الاستراتيجية الموحدة لقلهم وين خطت حميتهم لخمسين سنة لقدام وحده اللي بيغفر لخيه بالإيمان وبيتعاون معه وبيضحي بحيله كرميله بعيش راسه مرفوع مش اللي بيضحي بخيه كرميل مصالحه الشخصية وحده اللي بيعرف يصلي وبيعرف يتواصل مع الرب بيعرف كيف يسوع حمانة بدمه وبيتواضعه وحده القادر يحمي المسيحيين ما بتقدروا تحمون انتو وانتو مش صدقين معن ما بتقدروا تأمنون وحقوقن وانتو وقفين عبويب الدول الغريبة حتى تحميلكون مصالحكن وتحفظلكون أموالكن لأخذتوها مش بالحلال ما بتقدروا تجمعون وانتو عم تقسمون بالشعارات الفارغة وتسممولن لقمة عايشن اذا تركتولن لقمة عايش مش هيك بنحمي المسيحيين شعاراتكن وخطاباتكن الفارغة هي سبب تشرزمون شوفوا كيف كانوا المسيحيين من خمسين سنة وكيف صاروا اليوم بفضلكون نعم منرفض نسمع شعاراتكن عن حقوق المسيحيين لو اشتغلتوا فعلا لأجلهم ما كنتوا وصلتوهم عبويب الهجرة عبويب الموت وحده يسوع بيحمي المسيحيين وكلامه خلاص للإنسان الناس الأنخياء والخدام الأمينين ادي سينا وتاريخنا تصادق هن بيحموا المسيحيين بهالإيمان نحن بقيين بهالإيمان بنكمل مع اللي بقيه مش عاللي بقيه وللحديث معكم صلاة وشكرا شكرا